اشتركوا في القناة او دعونا بداية ان نقول انها بالنسبة للاختران بالزمن يعني مرد ان نقض مرة معك عبارة عن محصلة هنا عندي الـ IT يعني هنا عندي بنسبة للتيرو هو عبارة عن الشحنة بالنسبة للزمن هنا فقط سنوه الان ومرة معنا ايضا بان الفولتية هي عبارة عن التغير التغير في في الشغل بالنسبة للشحنة طيب الباور القدرة كما مرت معك سنوه ده بالرمز بي كابتل هي عبارة عن التغير في الشغل بالنسبة للزمن هل ستستطيع التعلم ان تربط هذان العنصران بعلاقة تعطيني الباور طبعا لاحظ دي كيو على دي تي ضرب دي دابليو على دي اعفوا دي كيو على دي تي ضرب دي دابليو على دي كيو سعطيني دي دابليو على دي تي سعطيني الباور هذا آي وهذا في نستطيع ان نقول ايضا هنا بان بما ان الباور يساوي دي تابليو اذا نقول عبارة عن دي كيو ضرب دي تي انه بهذه الصورة ضرب دي دابليو على دي كيو هذه الصورة ماذا سيعطيني سيعطيني بانه اذا سنقول ان هناك قانون اخر للباور وعبارة عن الجهد ضرب التيارة والتيار ضرب الجهد نستطيع هنا ان نقول لو نزل على قانون اخر V يساوي I R نستطيع هنا وعوضنا V يساوي I R ان نقول ان P ايضا ساوي I V سكورت ايضا نستطيع ان نقول مثلا لو اردنا ان نحلي I بI عبارة عن V على R اذا نستطيع ان نقول أنه عبارة عن V² على R هذه كلها أشكال مختلفة لفكرة إيجاد القدرة أو فكرة إيجاد القدرة في الدارة الكهربائية طيب إذا نلاحظ هي عبارة عن عبارة عن تغيير في الشغل جهول بالنسبة للزنة للسكن مرة معك أن هذه الوحدة عزي المتعلم هي عبارة واط نكتبها بلغة العربية واط يستحسن اختصارها W Capital بهذه الصورة نعرف بمشارقة مباشرة ونتكلم عن القدرة لو أردنا أن نتعمق أكثر في هذه المرحلة نقول مثلا عندي بهذه الصورة عندي بهذه الصورة عندي بهذه الصورة نقول بأن 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 أمبير من الموجب إلى السالب من الموجب إلى السالب من الموجب إلى السالب بهذه الصورة قال لي أن V يساوي 2V إذن نستطيع أن نقول لو أردنا أن نجد القدرة هنا P تساوي IV وتساوي I مقداره 5 V مقداره 2 إذن فيساوي 10W بما أنه نعتمد إشارة التيار الأولى التيار قادم من هنا قادم من أين؟ قادم من الموجب إذن 5 ضرب موجب 2 10W إذن نقول إذا كان عندي بهذه الصورة من الموجب إلى سالف فنقول بأن من هنا عندي أن تستحلك القدرة تستحلك تمام القاعدة الأخرى شابهة لها مستنتج منها أو من نفس الأسلوب نقول بأنه عندي بهذه الصورة قال لي بأن I يساوي 4 أمبير قال لي موجب مسالب قال لي بأنه بهذا الاتجاه و أعطاني أن V يساوي تناتب تلاحظ من السالب إذن الموجب إذن نقول بأن Power تساوي IV وتساوي بأنه من السالب الموجب نأخذ دائما الإشارة الأولى السالب تلقينا أتبن هنا هو سالب ثلاثة مضروب في عفوا هو سالب أربعة مضروب في ثلاثة ثلاثة فولت سعطيني سالب إثنى عشر واط ماذا نقصد هنا ماذا الإشارة السالبة أعطاني أن هن جاءت تتولد جنريتد ها طه لو أتانا سؤال بهذه الصورة قال لي بأن عندي Power اقتران Power بالنسبة للزمن يساوي sign sign مئة تبتي time واط جد جد معدلت مئة 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 كيف جد معدلت الطاقة هنا بداية هنا سأحل باللون العزرق أقول بأن P يساوي كما قلنا تغير بالطاقة تغير بالطاقة بالنسبة للزمن أضرب ضرب تبادلي نسبة عندي P DT يساوي TW الآن أخذ التكامل بهذه الصورة TW الآن أصبها عندي لو أنا أخذ تكامل لها أصبحت عندي جاهزة W بالنسبة T ستساوي P بالنسبة لأزنان كم كانت عندي الصين ما هو تكامل الصين تكامل الصين هو سالب كوسين 100 سالب كوسين 100 يجب أن يعيدنا عندما أشتق إلى الصين هنا هذه قاعدة فريقية يجب أن أعيد عندما إذا اشتققت يجب أن أعيد إلى 100 صين فهذا ما هي مشتقته مشتقت الصين هنا في نعم مشتقت الداخل 100 مشتقت كوسين مشتقت الداخل 100 ف100 حتى ألغيها تصوح 1 لو هذا مضروب 1 بالمية إذن مضروبة في 0.0 1 بالمية لا أتأكد من أن الحل عندنا صريح بإذن الله تقول أنه مثلا تشتق هو الwork بالنسبة للزمن يعني أن الطاقة بالنسبة للزمن يسعطيني الباور إذن ستقول عندي أنه هذا سالب 1.01 مشتقت الكوسين هي سالب صين سالب صين 100 في مشتقت الذي في الداخل الذي هي عبارة عن 100 100 مشتقتها 100 مية سالب دعونا هنا نضحها 100 مع مقلوبها تذهب سالب مع سالب موجب سلس بإندي ساين 100 إذن هذا حال صحيح إذن هذا هو التكامل الصحيح للموضوع نستمر للموضوع مجموع القدرة متولدة والمستهلكة في نظام مغلق هي ساب الصفر يعني لو أردنا هنا أن نعرف القدرة قلنا القدرة هي معدل تغير الطاقة وبما أن الطاقة يعني لها قانون جهير جدا الطاقة لا تفنى ولا تحت تحت قانون حفظ الطاقة الطاقة لا تفنى ولا تست تحت لكن تتغير حالها من شكل إلى آخر فالطاقة محفوظة إذن الطاقة ثابت معدل تغير الطاقة معدل التغير الطاقة بالنسبة للزان يعني مشتقد الثابت ماذا هي مشتقد الثابت صفر يعني بما أن نحن هنا حاول نظام مغلق لنفرض أنه هنا نظام دارة كهربائية مثلا حاول هذا النظام ال 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 هذه قاعدة في ال الرياضيات نعممها في مجال الدارات الكهربائية تمام لهذا مجموعة القدرة المستهلكة والمتولدة يساوي الصفر هذا الكنام مهم جدا يطالب أن يدرك عنده تصميم وتحليل الدارات الكهربائية تصميم نظام نظام مغلق عندي هنا كل مقاومة فيها الجهور 3 واط هنا تستهلك سالب 7 هنا 6 نقول بأن المشموعة كما قيل لي أن PLX مفروضا نجد PLX زائد 3 زائد 6 زائد سالب 7 يساوي الصفر إذن 3 زائد 6 9 نقص 7 يساوي 2 إذن PLX زائد 2 يساوي الصفر ينصر أن نقول أن PLX تساوي سالب 2 واط لو عندي هذه أنا طالب أن أجد الجهد طيب بداية نبدأ أن نجد لاحظ أن قال أن الآية 3 أمبير لكن نجد هنا بداية P نقول PLX زائد 4 زائد 8 ناقص 6 يساوي الصفر 12 ناقص 6 6 إذن PLX تساوي سالب 6 سالب 6 واط إذن أخذها أنا الآن أخذها إلى هنا أقول بأن P تساوي IV أنا عندي P سالب 6 I أخذ 3 ضرب V على 3 على 3 تذهب إذن V تساوي سالب 2 V بالحض هنا بهذه الصورة وراء نجد القدرة لاحظ هنا أعتمد على الاتجاه هنا وليس لقد القيمة أيضا أعرف أنا الاتجاه السالب إلى المجهب إذن هي سيكون متولدة سيكون قيمتها موجبة إذن أقول بأن P تساوي IV إذن P تساوي 2 في 3 موجبة 2 لأنه بهذه الصورة هذا مقصودا أضغر نغطينا 6 وقت لأنه بهذه الصورة إذن هي ماذا متولدة تولد هنا القدرة لو أعطاني هذا السؤال قل يجد قيمة القدرة التي تمر عبر عنصر عند فترة زمنية 4 ميلي سيكوند في حال كان التيار يعتبر على قسب cos 60πT والجهد هو عبارة عن 4 ضعاف التيار في وسائل 4i طيب أنا هنا عندي المباشرة يقولي أن أن I تساوي سبعة أن I تساوي سبعة cos 60π 60π هنا التغيير 60 ضرب 180 π مع π تذهب 6 ضرب 10800 D قالي 4 ميلي سيكوند ضرب 0.004 أربعة إذن كيف سأعطيني I I يساوي 5.1 أمبير هذا هو I طيب بما أنه قال لي بأن V تساوي أربعة I إذن أربعة في 5.1 إذن 20.4 أربعة 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 إذن هذه القيمة الجهد أيضا طيب أصبح عند الجهد أصبح عندي التيار موجودان P تساوي IV إذن 20.4 ضرب 5.1 لو ضربت عزيز المتعلم كم ستحصل 20.4 وضرب 5.1 على حوالي 20.4 أربعة وضرب يعني هنا لو أردنا مثلا أن نجد معدل تغير معدل تغير التيار قال لي بأنه التيار هو عبارة عن الآي الآي عبارة عن سبعة كوسين ستين واي تي تي الآي على دي تي مشتقة الكوسين هي سالب سبعة ساين ستين باي تي في مشتقة الذي بداخل مشتقة ال ستين باي تي مشتقة تي واحد إذن في ستين باي سالب نعم وهنا مثلا لو قال لك مثلا جد معدل تغير نعود مرة أخرى تطلع عود تي أنها 0.4 ألف أو 4 ملي وتعمل عليها مرة أخرى أرجو في النهاية أكون في فيديو قد أفادكم لا تبخي بعمل شير والله اشتراك في القناة كتابة التعليقات طرح الأسئلة أشكر لكم حسن استماعكم السلام الله عليكم ورحمة وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر